فن نادر بدأ السعوديون ممارسته على شواطئهم وإن كان في شكل خجول النحت على الرمال أحد الفنون التشكيلية الممتعة للنحات الذي يقضي ساعات في بناء مجسم يحاكي خياله فيحقق رغبة ويثير فضول المشاهد للتعرف على الكيفية التي تم بها العمل والشكل النهائي لأعمال رملية زائلة هذا الفن هو فقط هو ليس للفنان التشكيلي فقط أو النحات هو مفتوح للعامة كون أن عائلة تجيوا على الساحل تشارك هذا شي جميل وأيضا في الأهداف أن أولا جعل الواجهات البحرية للسواحل شي جميل تزينها بالمنحوتات والشي الثاني المحافظة لما الجمهور يجي يشوف هالمنحوتات أو الناس تجي تزور هالمنحوتات بتحافظ تحاولها تحافظ على البيئة يتنافس النحاتون للخروج بأعمال فنية إبداعية وإن كانت مؤقتة إلا أن طموحهم للتعريف بإبداعاتهم بدى واضحاً من خلال مشاركة عشرين تشكيلياً وتشكيلية في أول مسابقة خصصت للنحط على الرمال على شاطئ العقير والذي بدى كمعمل فني طبيعي ونظمته أمانة الأحساء الفعاليات التي يقوم بها المواطن بنفسه تكون لها دور جاذب أكثر مثل ما تشوف الفنانين كلهم فنانين سعوديين وسعوديات عملت انطلاقة قوية حضور مميز من المواطنين وجدنا أن هذا النوع من الفن سيعمل على جذب سواح أكثر وزيادة كتابة السياحة الداخلية من هذا المنطلق سنشجع وسنقوم بدعم هذا النوع من الفن بإذن الله محاولات عدة يبذلها الفنانون لتحويل النحط على الرمال من فعاليات مصاحبة إلى فعالية مصاحبة تسجل حضورها من خلال النحاتين وإبداعاتهم في مجسمات مختلفة بدر الشهري الأربية من محافظة الأحساء شرق السعودية اشتركوا في القناة